تعتبر مجموعة شركة سوجيا ساتوم من أهم شركاء الفعليين للبلاد في مجالات البنية التحتية لا سيما الطرق والجسور إلى جانب البناء والترميم والصرف الصحي وغيره من الإنشاءات ومقابلة اليوم التي جمعت رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إدنو والمدير العام لمجموعة سوجيا ساتوم قطاع أفريقيا أوروبا السيد سيبستيا موران تندرج في نفس الإطار مقابلة اليوم تناولت عدد من مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء والتنفيذ وخاصة الطريق الذي يربط مدينة كيلو مع باقي المدن المتاقمة لها والإسرع في تكملة مشاريع الطرق في جنوب البلاد وشرق البلاد وغيرها لم يكن غائبا عن المقابلة كما طرحت خلال المقابلة أيضا الإسرع في إنهاء وترميم كتدريئة مدينة أنجمينة والتي بدأت فيها مجموعة سوجيا ساتوم منذ أكثر من ثماني سنوات مضت وهي الآن على مشارف الانتهاء وخاصة أعمال التشطيبات الأخيرة رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو شكر خلال المقابلة مجموعة سوجيا ساتوم على دورها الدؤو في مرافقة البلاد في عمال البنية التحتية وأطلب من مدير المجموعة ضرورة الإسرع في تكملة المشاريع قيد التنفيذ السيد سيبستيامورا المدير العام للمجموعة قطاع أوروبا أفريقيا أكد بأن مقابلته بأنهم يعملون على قدم وساق في تنفيذ ما تبقى من مشاريع الطرق ورئيس الجمهورية رأس الدولة أصدر تعليمات المسؤولين في وزارة المالية ووزارة البنية التحتية بضرورة إسراع كل الملفات العالقة بسبب التمويل وغيرها من المشكلات الفنية وأكد سيد سيبستيامورا بأن مجموعة سوجيا ساتوم ملتزمة بتعهداتها اتجاه تطول البنية التحتية وفك العزلة في جميع العراضي الشادية